اهلا وسلام بكم مشاهدي الكرام في نشرة الاخبار المباشرة من قناة العيون نبدأ النشرة من الداخل حيث قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد صلاح الدين مزوار مساء امس سبت ان اهمية الحكم الذاتي لا تكمن فقط في كونه ارضية لحل النزاع حول قضية الصحراء بل انه يتيح ايضا امكانية واسعة لتدبير كافة امور الحياة في الاقاليم الجنوبية وابرز رئيس الحزب في كلمة القاها خلال ترأسه لقاءا تواصليا مع مناضلية الحزب بجهة واد الذهب القويرا ان الجهوية المتقدمة التي ستنقل عددا كبيرا من اختصاصات المركز الى الجهات تشكل مرحلة انتقالية نحو الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية للمملكة وارتباطا دائما بقضية الصحراء وسيرا على مبدأ الديمقراطية وتحصينا لحقوق الصحراويين وتمكنهم من تدبير شؤونهم بانفسهم وسعيا لحل قضية الصحراء قدم المغرب حل الحكم الذاتي هذا الحل الذي لقي واسع الاشادة الدولية والتنويه المزيد مع تقرير التالي للغالية الكوارا دون مخرج لازالت قضية الصحراء عصية على حلول عدة طرحت على طاولة المنتظم الدولي بهدف حل حلة ملف تتفاقم تداعيات جموده على ربوع المغرب العربي مهددة سلامته ومجمدة جل جهود التعاون والتأذر في منطقة المغرب العربي ومن أجل ذلك كله ومنذ تقديمه لقى المقترح المغربي للحكم الذاتي إشادة دولية نظرا لنجاعته كحل يضمن لساكنة أقاليم الصحراء تسير شؤونهم بأنفسهم وفي هذا الصدد جدد صلاح ديم زوار وزير الخارجية والتعاون المغربي خلال زيارة خاصة بها أمس مدينة الداخلة تمسك المغرب بالمصاري الديمقراطي للبلاد وبمشروع الحكم الذاتي كحل ديمقراطي مقبول يتماشى وسيادة المغرب وسيادته الجهوية التي اختارها كخيار للمركزية وكحل تمكين سكان منطقة من تدبير شؤونهم بأنفسهم هذا الحل الذي ينبع من عمق المبادئ الديمقراطية العالمية التي نرى لها عدة نماذج مظاهرة وأولها الجارة إسبانيا وقد أكدت سيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن المغرب أحرز تقدما مشهودا في التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية والالتزام بسياسة اليد الممدودة والمرونة ورعاية الاستقرار وفي هذا السياق يشكل دعم حل الحكم الذاتي دعما للحفاظ على صيرورة التنمية واستدباب الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة أسباب التذطر والشتاد دمنا لحاضر آمن لصحراوين مستقبل ظاهر في الشأن الحقوقي وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي إطار فعاليات مسابقة جائزة ناشئة الفكر الحقوقي في نسختها الثانية نظمت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان الثلاث بالأقاليم الجنوبية وبشاركة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجهات الجنوبية الثلاث حفلة تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في هذه المسابقة وذلك بجماعة فم الواد المزيد مع العالي حميميد وعبدالله المحمودي ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى النشأ سبب إحداث جائزة لتلاميذ صف الثاني باكالوريا عمل تضفرت الجهود فيه بين لجان الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات الجنوبية الثلاث ستة وثلاثون تلميذا خاض غمارة تجربة بدأت محليا على مستوى المؤسسات التعليمية ليتواصل التنافس على مستوى الأكاديميات في نصوص كتاب أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان والذي كان هو الفيصل في النتائج النهائية التي حصل عليها المتنافسون صراحة هذه المبادرة سمحت لنا أستوى ثلاثة تلميذ وتلميذة أننا نعبر على الأفكار الحقوقية دينا باعتبارنا كالمثل العديد من التناميذ اللي بغين يوصلوا أفكارهم حقوقية بصفة عامة وأفكار حقوقية التي تخص بلادهم أنا أشعر الآن بالفرحة الشديدة لأنني قدرت أن يشرف الجهة ديالي والمدينة ديالي وحتى الأهل ديالي يعني أن المرتبة الثانية ليست بمرتبة السهلة وأنا الحمد لله اليوم فرحان بصيفتي الحمد لله شرفت أولا شرفت الحمد لله جيتي وشرفت مدينتي وصرفت أهلي وشرفت مدرستي الحمد لله بتوفيق من الله والحمد لله هذه المسابقة كونت لدينا فكرا حقوقيا صراحة النشاط عرف تنظيم معرض للفنون التشكيلية ولواحة وعروض فنية فولكلورية كما شكل فرصة لتتوجي بعض البارزين في المجال الحقوقي هذا التكريم هو أولا اعتزاز خاصة من كي يجي من المناطق الجنوبية ومثلت ديالي جنجي هوية هو اعتزاز وافتخار وهو كذلك تشريف وخاصة أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان كان مناسبة جد قوية لمنجحش فيها فقط نحن كمغاربة ولكن نجحت فيها القضايا لحقوق الإنسان على مستوى العالم وأكيد أن الخطوات المقبلة في المجال ستكون جد مهمة والتي ستتعاكس إجابة حتى على إخواننا في المناطق الجنوبية وفي اللجان الجهوية الثلاثة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالجهات الجنوبية الثلاث عمل دؤوب من أجل ترسيخ قيم المواطنة الحقة والثقافة حقوق الإنسان لصيانة الكرامة وتنشئة الشباب على المواثق الدولية بحقوقه وواجباته وكانت جائزة كذلك إحدى المحطات الأساسية أظن الآن أن باعتراف كل أليات الأمم المتحدة المنظمات الدولية الغير الحكومية الخبراء الأمم المتحدة عمل لجان تلات يعني يشكل قفزة نوعية في المنطقة لأنها أكدت على ضرورة احترام حقوق المواطن المغربي في كل جهات المغرب وفي هذه الجهات بالذات هناك كذلك تأكيد على ضرورة صيانة كرامة الإنسان وكذلك ضرورة يعني العمل على كل الواجهات وتوجى هذا النشاط بإبرام اتفاقية شركة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لايون سمارا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة العيون بجدورة الساقية الحمراء إضافة إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان داخل أوسرد والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ودي ذهب القويرة اتفاقية تنتعن بإدراج حقوق الإنسان في المراجع التربوية تنشئة الطفل على ثقافة حقوق الإنسان أضحت عنصرا هاما في المنظومة التربوية المتكاملة المعتمدة أساسا على الأسرة والوسط المدرسي وتسعى هذه التنشئة إلى توجيه وتحسيس الطفل بقيم المواطنة السليمة المبنية على احترامي الآخر ومعرفة الحقوق والواجبات تقرير في الموضوع مع محمد الفيرس الطفل أبو الرجل مقولة شهيرة أطلقها رائد علم النفس بدايات القرن العشرين سيغمونت فوريد وترمز هذه العبارة إلى كون تربية الطفل هي الأساس والمنطلق لتكوين شخصية الإنسان وغالبا ما يكون لإهمال الطفل وعدم تربيته على الأسس الصالحة نتائج كارثية تهدد تماسك وحدة المجتمع اتفاقية حقوق الطفل والتي تبنتها منظمة الأمم المتحدة في العشرين من نومبر سنة 1989 جاءت لتحقيق هدف رئيسي رعاية ووقاية كل الأطفال قبل الولادة إلى سن الثامنة عشر وتتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية من أهمها الحق في التعليم والتربية والتنشئة السليمة وطنياً سادقت المملكة على هذه الاتفاقية في سنة 1993 وقامت بوضع منظومة قانونية تتلأم مع المعايير الدولية لضمان تمتع الأطفال المغاربة بحقوقهم الأساسية بالإضافة إلى أحداث مؤسسات تعنى بحقوق الطفل كالمرصد الوطني لحقوق الطفل في سنة 1995 مع تشجيع المجتمع المدني على إنشاء منظمات جمعوية تنشط في المجال ذاته لكن هل تضمن هذه الترسانة القانونية للطفل حقوقه الكاملة ماذا عن توعيته بواجباته قبل حقوقه؟ هناك عوامل متداخلة أخرى ترتبط بالمحيط والوسط الذي يعيش فيه الطفل كالأسرة والمؤسسة التعليمية عبر منظومة تربوية تسعى إلى توعية الأطفال وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان واحترام الآخر ونبذ العنف وكل أشكال العنصرية وإقصاء الآخرين على أساس ديني أو عرقي من الواجب أن تعمل الدولة بمؤسساتها المختصة على توفير الشروط القانونية لتمتيع الأطفال بحقوقهم الكاملة ولكن من الواجب أيضا أن تضع برامج ومخططات تربوية تهدف إلى توعية الأطفال وتحسيسهم بأهمية التنشيئات على ثقافة حقوق الإنسان وتمثل هذه البرامج التحسيسية صمامة أمان يمنع حدوث اختلالات اجتماعية وتربوية كثيرة تعاني منها بعض المؤسسات التعليمية في وقتنا الحالي كالعنف والهضر المدرسي ويبقى الأساس في تنشيئات الطفل على تربية الحقوقية السليمة هو تربيتها على المواطنة الصحيحة والتي تعد الركيز الأهم لبناء مجتمع قوين ومتماسك في الشأن النقابي عقد صباح اليوم بمقرية الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل الجمع العام الاستثنائي لجمعية النهضة للمعطلين الصحراويين الجمع أسفر عن إعادة انتخابي رئيسا جديدا للجمعية وتصدر أيضا جدول أعمال اللقاء طرح مجموعة من الملفات والمواضيع المرتبطة بالمعطلين بالعيون كما تم تدارس وطرح آفاق عملية الجمعية والخطوات المزمع اتخاذها في القادم من الأيام بيئيا نظمت صباح اليوم بجماعة فم الواد بالعيون جمعية الصحراء للتنمية الساحل والقروية حملة نظافة بشاطئ فم الواد وذلك بشركة مع فيدراليات ووداديات جمعيات الأحياء السكنية المناسبة عرفت تنظيم حملة تحسيسية لساكنة الجماعة لمحاربة الأكياس البلاستيكية وتوزيع أكياس بيئية وذلك في إطار البرنامج النموذجي لتشجيع استعمال أكياس الثوب البيئية رياضيا احتضنت مدينة العيون وعلى مدى ثلاثة أيام دورة تكوينية لفائدة مدربي وحكام عصبة الصحراء لسباقي الدراجات وذلك تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لهذا النوع من الرياضات المزيد من التفاصيل عن هذا النشاط في روبرتاج محمد بتاح وابو جمعزاوي عاشت مدينة العيون على إيقاعة دورة تكوينية الأولى من نوعها لحكام ومدربي عصبة الصحراء لسباقي الدراجات تميزت هذه الدورة التي أطرى كل من المدير التقني الوطني للجامعة الملكية المغربية للدراجات مصطفى النجاري والمدير العام للجامعة محمد زغلول وعرفت تجاوب المتدربين مع هيئة تأطير حيث ساهمت هذه الدورة التكوينية في تقوية مدارك ومعلومات الحكام والمدربين في مجال رياضات سباق الدراجات هذه العصبة اللي عملت واحدة من جهودات كبيرة باش تنجح هذه الدورة التكوينية سواء في التحكيم والتدريب والدليل على ذلك وهو هذه اللفتات الجميلة اللي عملتها العصبة الجنوب كذلك البروشير أو الكتيبات الخاصة بهذا التكوين لأنه فعلا نتفاجئ أن نحن كتقنيين بهذا الاهتمام الكبير لإنجاح هذه الدورة صراحة مقارنة مع الدورات اللي درنا هي ممتازة لمنحة الكم ولامنحة الكيف لأن المستوى دي الممارسين دي المهنة دي الحكام ما كنينش الآن ولني كانت تلقائيا وكانت واحد تصدر رحب من الجميع وتلقاه يعني هدك العروض بواحد الشوق وتشويق اختتمت هذه الدورة بتنظيم مباراة سيتم من خلالها اختيار المدير التقني الجهوي لعسبة الصحراء ورئيس اللجنة الجهوية للتحكيم وتعتبر مثل هذه المبادرات فرصة للرفع من مستوى رياضة الدراجات بالأقاليم الجنوبية جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الاثنين في تقرير زميل محمد نوار نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية المساء وكتبت اتهم صلاح الدين مزوار وزير الخارجي الذين يلوحون إلى حمل السلاح في إشارة إلى جبهة البوليساريو بتهديد أمن المنطقة ككل حيث سجل أن هؤلاء يعبرون عمليا عن الروح العدوانية والسعي لا تخريب نعمة الاستقرار وفتح باب جهنم على السكان الآمنين وأضافت المساء بأن وزير الخارجي أكد في مدينة الداخلة أن المملكة لا تخشى أحدا وأشار إلى أن الذين يجيدون استخلاص الدروس وقراءتها يدركون أن المملكة المغربية لم تزحزحها رياح الخصوم وكشف مزوار أن الإغلاق الحديدي للمخيمات والقمع وقطع الأنفاس ليس اعتباطيا بل له منطق وقال المنطق كما تعلمون هو الاتجار في المحتجزين والاغتناء على حسابهم بالمساعدات وارتباطا بذات الموضوع كتبت يومية الصباح في عددها الصادر يوم غدين الاثنين قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية وأمين عام حزب تجمع الوطني للأحرار في تجمع حزبي بالداخلة إن الجزائر تمسك نهج المشاحنات والأزمات وتعقيد شروط الحياة والاستمتاع بالآلام وتهدف لا إرضاء أوهام العظمة والاستساد بالمنطقة أوهام تنتمي إلى زمن تجاوزه العالم ولم يصل بعد إلى مسامعهم في وقت انتهت فيه الحرب الباردة منذ ربع قرن وكشف مزوار بحسب ما جاء في الصباح إن الجزائر تسعى إلى إفراغ كل الجهود والطاقات في متاهات ويكبحون الاندفاع الطبيعي نحو التقدم ونحو البحث عن تطلعات كل إنسان نحو حياة أفضل وبالتالي يغلقون منافذ الطريق نحو المستقبل أما صحيفة النهار المغربية فتطلعنا في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الاثنين بأن الجيش الجزائري يعتبر أكثر الجيوش فسادا في العالم وهذا التصنيف جاء به تقرير دولي صلت الضوء على تفشي الفساد في صفوف الجيوش بعدد من البلدان وكشف التقرير الدولي بأن الفساد في صفوف الجيش الجزائري يحظى بمباركة الجنرالات الجزائريين أنفسهم فهؤلاء يقومون برعايته وضمان استمراره وضفت النهار المغربية في باقي تفاصيل الخبر بأن جنرالات الجزائر يقومون بعدد من التلاعبات من أجل الاستفادة غير المشروعة وذلك على حساب الشعبي الجزائري صحيفة الأحداث المغربية كتبت منية جبهة البوليساريو وما أمس السبت بجنيف بهزيمة جديدة أمام مجلس الأممية الاشتراكية الذي عارض وبشدة وبشكل تام ونهائي طلبا لحصول جبهة البوليساريو على صفة عضو كامل العضوية داخل المنظمة وقد رفض طلب الحصول على العضوية بدون تردد من قبل لجنة الأخلاقيات الأممية الاشتراكية لتم بذلك وضح حد لمناورة البوليساريو والموالين لها ورعيتهم الجزائر وذكرت الأحداث المغربية أنه خلال هذا الجماع ناقشت الوفود المشاركة فيه محور السلام في العالم ومواجهة الإرهاب وتم الوقوف على تضاعف بؤر النزاعات والحروب الأهلية والتي تمثل جحافل النازحين والمرحلين حاليا أحدا عكاساتها المتزايدة ومن صحيفة إيسبريس الإلكترونية نختم جولة الصحفية وكتبت لا تزال ساكنة الأقالم الجنوبية المتضررة من الفيضانات الأخيرة تستقبل المساعدة الغدائية وغيرها من جهات مختلفة كان آخرها حملة توزيع التبرعات من طرف إغاثة قليميم التي تواصل حملاتها بالجماعات القروية والحضارية بالإقليم حيث وصل عدد المستفيدين إلى ألفين ومئة أسرة إلى حدود يوم الجمعة الأخير أغلبها من العالم القروي كان آخرها سكان جماعة مولاي وفق تصريح أحد منظمي الحملة التضامنية وأضافت إيسبريس بأن المتحدث ذاته ذكر أن المساعدات المقدمة للمنكوبين على شكل مواد غدائية وأغضية جمعتها إغاثة قليميم من المحسنين وفعاليات المجتمع المدني والقوافل التضامنية من مختلف جهات المملكة واستهدفت السكان المتضررين بـ 18 جماعة 90% منها ضمن المجال القروي وذلك تنفيذاً لنداء مراكش الذي أطلقته مجموعة من فعاليات المجتمع المدني عقب إعلان مدينة قليميم مدينة منكوبة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم أبداتي والحمد والعمر والميارة عن سن تناهز السبعين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء رقيبات تالات وقد كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة وجيش التحرير شارك في معركتي الغيون وأدي الصفة وقد عرف بالورع والكرم وحسن القلق وستقام صلاة الجنازة يوم غد إن شاء الله بمسجد مولاي عبد العزيز بمدينة العيون عقب صلاة الظهر كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة تسلم من محمد سالم والحبيب والبعمامة بمدينة يقادير عن سن تناهز 82 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة الشرفاء أولاد بسبع أولاد البقار الفقيدة عرفت قيد حياتها بدماثة الخلق تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون نصل واللحظة إلى الفقر الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله من المرتقب مرور صحب كذيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة خلال الصباح بالسواحل الشمالية درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 7 درجات بطاطا 17 درجة بالقويرة في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 25 درجة بالقويرة 17 درجة بي سي دي إفني وطاطا في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج إلى قوية الهيجان عموما طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة السابعة وتسعة وثلاثين دقيقة أما غروبها سيكون عند تمام الساعة الخامسة وسبعة وخمسين دقيقة إن شاء الله أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي 34 درجة بباماكو 28 درجة بنواكشوت 25 درجة بنواكشوت 25 درجة بنواكشوت 21 درجة بتيندوف مع تسجيل 17 درجة بالعصم الرباط قبل الختام نذكر مشاهدنا الكرام أنه يمكن لمنفاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذا عتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وغوغل بلاي كما تلتقون غداً مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية أطيب المنا وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر